أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كورا كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب القهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فذية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في القهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا واربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أزلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من رفقه وترشمت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في قجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلب فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقازا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعين بالغصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينزر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريم فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثانينهم كلبهم كرم بيعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء صاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهديا وكل عسى أن يهديا ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا كل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفور إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ندير أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأراء نعم الثواب وحسنة مرتفقا واطرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت فك لها ولم تزلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاغره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي أحلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أسرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أسبانا من السماء من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على غروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير أقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حادرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا ويجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يقهوا قلوبهم أكنة أن يقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذر الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيه قبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لكينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أم أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فاقتله قالا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال لستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عئيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك فأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك أنزل قرنين قل سأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذر قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالها فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أسبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أسبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذر القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كترا فما استطاعوا أن يزهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج فيه بعدا ونفح في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون علىها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تأوفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليحمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا